انقضى عام منذ اتفاق ستوكولم ولم يتغير في المشهد شيء سوى أنه أعاد إلى الأذهان تاريخ الاتفاقات السياسية العديدة التي لم تحقق أي اختراق في ملف الأزمة اليمنية المتفاقم منذ خمس سنوات الحديدة وملفها المعقد مثل الاختبار الأكثر صعوبة أمام الاتفاق حيث ظلت الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المحافظة تبادل الاتهامات حول الطرف المعرقل لاتفاق الحديدة كان عنوان المشهد إذ لم تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ بنود الاتفاق المتعلق بتسوية الوضع الميداني في المحافظة التي يسيطر على موانئها الحوثيون منذ أكثر من أربعة أعوام تسخر ميليشيا الحوثي كل إمكانات الحديدة لأغراض الحرب كما يقول مراقبون وتعيق جهود الأمم المتحدة الرامية لتنفيذ اتفاق إعادة نشر القوات خارج المدينة بينما يجد آخرون أن المشكلة تكمن في عدم وضع الأمم المتحدة آليات واضحة لإلزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق وفق موعد زمني محدد وتسمية الطرف المعرقل أكثر من رئيس للبعثة الأممية عين لرئاسة لجنة إعادة الانتشار في الحديدة غير أنهم جميعاً لم يتمكنوا من وقف إطلاق النار أو توزيع القوات العسكرية وفي الوقت الذي تعجز فيه الأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاق يعيش أبناء الحديدة أوضاعاً معيشية وصحية متردية وباتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بعد انتشار المجاعة في معظم المديريات وتفشي الأمراض والأوبئة لا أفق واضحاً لحل ملف الحديدة إذن ولا ملامح لتنفيذ خطة إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة هكذا يبدو المشهد بعد عام على اتفاق ستوك هولم بين الأطراف اليمينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر